يبدو أن الجزائر ما زالت تكتوي بنار الغيرة منذ أن بلغها خبر انضمام المغرب لإسبانيا والبرتغال وتشكيل ملف ثلاثي لتنظيم منضيال 2030 ونشرت إحدى الصحف التابعة للنظام الجزائري مقالا تتنبأ فيه بخسارة هذا الملف وعددت مجموعة من الأسباب غير المقنعة بهذا الخصوص وفيما يلي نص المقال كاملا كما نشرته الصحيفة تتبدد أحلام المغرب يوما بعد يوم في تنظيم منضيال 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال في ملف ثلاثي وبالنظر لمعطيات أخرى رياضية وسياسية بالخصوص رغبة القائمين على الفيفا في الاحتفال بمئوية المنضيال عام 2030 في مهده بالأوروغواي وجاءت فضيحة العنصرية التي تعرض لها اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد فينيسيوس جونيور في الملعب الإسبانية لتلقي بضلالها على ملف إسبانيا والمغرب والبرتغال لتنظيم منضيال 2030 وكشفت وسائل إعلام عالمية عن مطالبات دولية واسعة بحرمان إسبانيا من تنظيم منضيال 2030 بسبب الهتافات العنصرية التي تعرض لها مهاجم الريال فينيسيوس جونيور أمام فالنسيا والتي لقيت إدانة واسعة من طرف الهيئات والمنظمات الدولية والاتحادات والشخصيات القروية عبر العالم ويواجه ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال منافسة شرسة من ملفين قويين آخرين يتنافسان على تنظيم البطولة العالمية ويتعلق الأمر بالملف التلاتي الذي يضم السعودية ومصر واليونان وملف ثالث يضم الأرجنتين والشيلي والأوروغواي والباراقواي كما أن المغرب الطرف الجديد في الملف قد يفشل في رهان الحصول على دعم عديد الدول من بينها الدول العربية وبالخصوص بقارة آسيا التي ستدعم بنسبة كبيرة ملف السعودية ومصر كما أن الرباط خسرت بعض أوراقها في إفريقيا أو في مقدمتها الجزائر ومصر ويرجح مراقبون كفة ملف الأرجنتين والشيلي والأوروغواي والباراقواي لتزامن هذه النسخة من المونديال مع الذكرى المئوية الأولى لكأس العالم التي استضافتها أوروغواي عام 1930 كما سيصطدم ملف المغرب بالملف الثلاثي الذي يضم السعودية ومصر واليونان وهو الملف الذي يراه متابعون ينافس بقوة على الضفري باستضافة مونديال 2030